اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نادي الاهلي داخل على ايه التحديات اللي موجودة عليه في هذا السيزن اول بنت دور التمانية دورة ابطال افريقيا ولقاء التراجي ده اول شرط تاني حاجة دورة هنطلق في تمانية سبتمبر المقبل نادي الاهلي عنده مباراة مع طلاق الجيش وارد انها تتأجل عشان مباراة التراجي التونسي ولكن هو بداية الدورة العام ايه تاني موجود عند نادي الاهلي كاس السوبر المصري لم يحدد حتى الان موعده ولا مكانه ممكن بشكل كبير جدا يكون في الامارات وايضا بطولة كاس مصر طيب انا كمدير فاني كابتن حسين البدري فكر كده ما حركه بصوت عالي ازاي هبتدي استعد ليه موسم جديد انا داخل هذا الموسم بايه وحستعد ازاي عشان اخش الموسم المقبل الاول حاجة أقولتها لحضراتكم وايه بانت في الفترة الماضية موضوع القياسات قياسات عشان اعرف انا فين اين اكون انا الان واين موضعي الارقام ما بتجدبش باعمل قياساتي باعرف ارقامي من الناحية البدنية من الناحية الفنية ناحية البدنية هقول لحضراتكم ازاي ان اللي بابتدي اعمل قياسات للعيبة من الناحية البدنية سواء سرعات سواء أحمال وخلافه وكل ده بيبقى عندي أرقام نفس الشيء بأخذ الأوزان وبديه لأخصائي الأحمال وبديه لأخصائي التغذية قلت لحضراتك وتاني هكرر النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده أخصائي تغذية وده بيبين لك قد إيه مدى احترافية الجهاز الفني النادي الأهلي اللي بيقوده كابتن حسام البدري وتحته المساعدين أكررهم تاني كابتن أحمد أيوب كمدرب عام كابتن سيد معاود كمدرب مساعد كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى ومرورا إلى الدكتور خالد محمود الأخصائي وأيضا كابتن أنيس الشعلالي أخصائي الأحمال البدنية وبيعونه كابتن محمد أبو العيلة اللي موجود أمام حضراتكو في الصورة ودكتور هاني أخصائي التغذية وطبعا كابتن سيد عبد الحفيز مديرا للكرة ده إطار الجهاز الفني اللي بيقوده الكابتن حسام البدر باجي أخش على الموسم الجديد وأقوم أعمل حصر وإياسات من الأوزان عشان أشوف أنا وصلت لإيه واللعيبة اللي كانت في الأجازة واللعيبة قليلة في المشاركة في نفس الشيء بحاول أعمل هذه القياسات لأنه عندي لعيبة فنيشت كاس مصر وعندي لعيبة كانت عندها راحة في كاس مصر وخاصة التدائمات الجديدة اللي أنا أجبتها زي إسلام محارب يشان محمد ووليد أزارو دول من أبرز التدائمات الجديدة بالإضافة إلى أحمد الشيخ وعودته من الإعارة لنادي مصر المقص كانت حسام البدري بيجي يعمل حصر للموسم الماضي عشان أعرف أنا فين بالزبط أنا داخل وأنا بطل دوري وأنا بطل كاس مصر بشوف في الموسم الماضي أنا إيه سلبياتي وإيه إيجابياتي إيجابياتي إن أنا بطل البطلتين فزت بهذه البطلتين بطلت الدوري لم أهزم عندي تسعة عدلات ولكن لم أهزم فايز على كل منافسين طيب جبت كام جون واستقبلت كام جون هنا يبتدي الكابتن حسان البدري يحصر فيلاقي الكابتن حسان البدري إن هو أفضل دفاع أفضل حارس مرمى وهو شريف إكرامي أفضل دفاع المنظومة بأكملها من أول رأس الحربة لحد آخر مساك أو آخر قلب دفاع وأحط معهم أنا جايب كام هدف جايب كام هدف يعني أنا معناه أنا أحرصت كام هدف طوال السيزون سواء في الدوري سواء في الكاس النادي الأهلي خد المشوار بتاعه في الموصل الماضي زي ما قلت الحضراتك تدريجيا فوز على الإسماعيلي 1-0 في أول اللقاءات ثم المؤشر ابتدى يزيد رويدا رويدا حتى نهاية الدور الأول مع لقاء الزمالك والفوز بهدفين مقابل أشياء ثم ابتدى النادي الأهلي مؤشر البياني في الأداء بيزيد وشفنا هذا الكلام حتى في آخر الدوري لما النادي الأهلي حسم ابتدت معدل الأهداف تزيد معدل أهداف داخل مجرى سموحة النادي الأهلي بفوز عليه بأربع أهداف النادي الأهلي فاز على أمبي ثم فدخلنا فيه بطولة كاس مصر والنادي الأهلي أربعة لوادي ديجلة وأربعة لسموحة ثم الفوز على النادي المصري بهذا الأداء الرائع وهدفين مقابل هدف المؤشر البدني بان في نهاية كاس مصر النادي الأهلي مستوى البدني عنده مختلف عن بقية الفرق تماما النادي الأهلي أحرز هدف الديئة 118 وإيه؟ ضغط عالي على النادي المصري في وسط ملعبه والباكة اللي مين هو اللي راح أحرز الجوم بيجي الكابتن حسان البدري بيحط كل هذه الأرقام وبيحط معاها أنا هعمل إحلال وتجديد في إيه؟ وابتدي أخش في مرحلة البلانينج مرحلة التخطيط للسيزون الجديد يعني إيه بلاني؟ أنا عندي أول هدف دوري أبطال أفريقيا ودور التماني عندي بعض من النجوم راحله حسان غالي أحمد حجازي وعمر جمالي واحد بيلعب مهاجم راس حربة واحد بيلعب خط وسط سواء فيه ممكن نلعب تمانية اللي هو البوكس تو بوكس اللعيب الكرياتور اللي زي حسان غالي موزع ليه اللعب وعندي أحمد حجازي في قلب الدفاع بيجي الكابتل حسان البدري طبعا مع الإضافات والتدعمات طب أنا دعمت من؟ جبت إسلام محارب يقدر يلعب على الأطراف ويقدر يلعب في وسط الملعب كلاعب برضو كرياتور وجبت إشان محمد أحسن لعيب موزع صاعد في الدوري المصري صاعد يعني إيه صاعد إشان محمد سنه مش كبير وطبعا مش بدايته هذا الموسم ولكن هذا الموسم هو اللاعب الوحيد اللي شفناه في الدوري المصري ممكن يعود حسان غالي بالإمكانيات إنه عنده passing skills علي بيقدر يوصل مستوى معدل تمريراته مميز جدا فيقدر يعود رحيل حسان غالي أيضا وجود سلاح جمع اللي يقدر يجيد في مركز حسان غالي ويقدر يجيد في المركز رقم 10 اللي هو صنع الألعاب ووجود عبدالله السعيد كل ده في دماغ كابتن حسان البدري ووجود وليد أزارو اللي هيعود رحيل عمر جمال واعارته إلى نادي بيتفست الجنوب أفريكي بيجي الكابتن حسان البدري حط هذه التدعمات مع البلانينج الجديد وتخطيطه الجديد أنا هخش هذا الموسم وأنا بلعب بأني استراتيجي هنا عودة أحمد الشيخ وجود التدعمات الجديدة يبتدي الكابتن حسان البدري يحط الفكر المبني على استراتيجية الدخول لموسم جديد ودي بتاخد في أوروبا ستة أسابيع عشان أعمل فترة أعداد أو خمس أسابيع هنا في مصر للأسف عشان موسم لا ينتهي الكابتن حسان البدري ما قدرش ياخد أكتر من أسبوع ده إذا خده ده بالنسبة للعيبة اللي لعبة لم تلعب كاس مصر اللعبة اللي لعبة كاس مصر ممكن لو جمعنا ثلاث أيام من هنا واربعة أيام من هنا يعني مش هيكمله عشر أيام راحة ما بين تلعهم المواسم وعشان كده كابتن حسان البدري وجهازه الفني هذا الموسم من أصعب المواسم اللي مرت عليهم مش بس من الناحية الفنية كايزاي أنا هلعب فرق ويها واجيها بأنه طريقة واكسبهم ازاي ولكن من الناحية البدنية اللي أمامنا فيها زي ما حراركوا شافين في الصورة أنيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية في فريق النادي الأهل هبتدي كابتن حسان البدري أبص على الطريقة أنا هلعب السنادي بأنه طريقة ده بداية الخطط والاستراتيجيات اللي خلاص كابتن حسان البدري حصر أنا جبت كام جون أنا دخل فيها كام جون بالخطة أربعة اثنين تلاتة واحد طب هل أنا عندي من الأمشة الآن إن أنا ممكن أغير في هذا الشكل ولا لا هو اللي داخل ذهن كابتن حسان البدري الآن لأن أنت بتغير أو بتحط استراتيجياتك على وضعك الحالي عشان كده قلت الحراركوا أنا فين where am I والبلانينج بيبتدي يخش أو التخطيط بيخش على هذا الأساس كابتن حسان البدري السنة اللي فاتت مين أكتر لعيبة كانت بتحرز أهداف في النادي الأهل هتلاقي لعيبة الوسط والأطراف على سبيل المثال هداف الفريق عبدالله السعيد جايب عشر تجوان بيلعب تحت روس الحربة أو اللاعب رقم عشر مين بينافسه مؤمن دطرف ووليد سليمان دطرف وأجيئ هو راس الحربة ولكن الاستراتيجية كلها يعني مش هتلاقي غير أجيئ كراس حربة حد تاني بينافس فيه التهديف غير اللعيبة اللي بتلعب على الأطراف وهو ده المضمون بتاع خطة 4-2-3-1 إن المعدل التهديفي بتاعي زي كل فرق العالم كل فرق العالم خلاص الكرة الآن أصبحت مش راس الحربة بس وهو اللي بيحز الأهداف الكتير هذه الطريقة هي اللي بتحدد أنا اعتمادي في التهديف هيبقى عالمين فإحنا لو جينا بصينا لطب العالم هتكلمك على فريق ريال مدريد بلعب ببنزيمة على الرغم الانتقادات الرهيبة ليه زين الدين زيدان انت بتلعب ليه ببنزيمة بنزيمة ما هواش الأكثر تهديفا ولكن طريقة لعب زيدان تحتاج إلى بنزيمة فرود بهذه الإمكانيات الفنية الرائعة ونفس الشيء بالنسبة لكابتن حشان البادري طريقة النادي الأهلي تحتاج إلى فرود حريف زي أجاييه أو اللاعب وليد أزار فعشان كده كابتن حسان البادري الآن بيبتدي يوفق فكره على حساب الأماشة اللي موجودة عنده طب مين أكثر ناس بتحرز أهداف فريق المدريد أنا بكلمكم بأحسن فرقة في العالم بطل دوري الأسباني وبطل دوري أبطال أوروبا اللي هي أقوى دلوقتي من كالس العالم هتلاقي كريستيانو رونالدو هتلاقي جاريت بيل هتلاقي مودريتش وتوني كروس وكل دول القادمون من الخلف زي ما أنا كنت لسه بقول لحضراتكم الأطراف عند النادي الأهلي هم الأكثر تهديفا في الفريق زيه وطبعا إحنا بناخد مثال عشان أشرح لحضراتكم طريقة وستراتيجية لعب النادي الأهلي متمثلة من مين أدي أفضل فريق في العالم بلعب بكده طب هتيجي تقول لي يا عم دا ريال مدريد فرقة بتلعب كده طب مين تاني هقولك تعال كل الفرقة اللي بتنفس ريال مدريد أولهم برسولونا بيلعب بنفس الشكل عنده سوارز وعنده ميسي وكان عنده نيمار هتلاقي سوارز جايب معدل أهداف قد إيه ميسي اللي بيلعب على الطرف جايب معدل أهداف أكتر من سوارز زي ما كريستيانو رونالدو جايب أهداف أكتر من بنزيمة ودايمار بيجي معهم وهم قادي الطرفين ومعهم اللاعب اللي هو قلب الهجوم اللي في برسولونا اللي هو سوارز إذن الطرفين مع رأس الحرب والقادمون من الخلف بقى عندك راكتيتش وعندك إنياستا وعندك أردا تيران وعندك اللاعب سيرخي بوسكاتس اللي بيلعب في مركز ستة دول اللي بيكملوا اللي مرحلة الهجومية أو التواهج الهجومي لفريق برسولونا أدي فريق تاني من أكبر الفرق اللي في العالم اللي بتلعب بهذا الشكل طيب هتيجي تقول لي يا عم داريال مدريد وبرسولونا دول فرق في إسبانيا بس تعال نروح لبير مينيخ ليفندوفسكي من أفضل الفراودة اللي موجودة على مستوى العالم هتبص عليها تلاقي عندك بنفسه في معدل التهديف أريين روبين وريباري واللعب كومان دول اللي في الصورة الهجومية بالإضافة إلى مولر مولر بيلعب عشرة في بعض الأوقات بيلعب تسعة كمكان ليفندوفسكي بس في أغلب الأوقات هم دول اللي هدفين لفريق بير مينيخ الاتنين اللي على الأطراف وراس الحرب إذن طريقة اللعب اللي بينهجها النادي الأهلي مع الكابتر حسين البدري بنفس الطرق اللي في كل مستوى العالم ولو بصين على معدل التهديف هتعرف أني النادي الأهلي مش مركز بس على دور رئيس الحرب الناس قاعدت تقول أن الكابتر حسين البدري عنده مشكلة في إنهاء الهجمة وأن النادي الأهلي بيضيع كتير من الوارد النادي الأهلي يكون غير موفق في بعض الأحيان ولكن النادي الأهلي يصل كثيرا إلى المرمى وده دور المدير الفن آه ممكن يعمل بعض من الحاجات التخصصية للفراودة ولكن كل أوروبا وكل العالم بمن فيهم حتى منشستر يونايتد الآن بعد التدعمات اللي عملها جوزي مورينيو عنده لوكاكو بيجيب جوان ولكن أيضا عنده بوجبا بيجيب جوان واللعب مارسيال اللي أيضا بيلعب طرف من الأطراف ده بالنسبة لمنشستر يونايتد وفريق من الفرق الإنجليزية مع واحد من أفضل مديرين فنينيين في العالم اللي بيعتمد أيضا على الأطراف إذن وجود مؤمن زكريا ووليد سليمان بمعدلهم التهديفي بيعمل البلانس للكابتر حسن بدري إنه ما بيلعبش باتنين روس حربة زي ما أي حد بيطلع على الموضة القديمة بقى ما فيه ناس برضو ما عندهمش أي أبديت أو أي حاجة جديدة في الكرة من قديمه من مثلا من 25-30 سنة كرة اللي هو شافها واشتغالها وأنا بقول لها حضرابكم كرة القدم تتغير كل 10 سنوات فما بقى لك بقى واحد بيجي يطلع يقول لك لأنه اللي لازم لعبتين روس حربة لا 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 كلام ده مش موجود لا 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 كل الفرص دي لو اتنين روس حربة هتلاقي إنه دي الأهلي بيكسب بما نهد الأهلي كده كده بيكسب ولكن تدعيات إن أنا ألعب برأس حربة واحد هو ده طريقة اللعب اللي موجودة في كل حتة في العالم تخب ألمانيا بيلعب بنفس الشكل اللي بطل كاس العلم وبطل كاس الكارات رئي المدريد بيلعب بنفس الشكل برسلونة بيلعب بنفس الشكل يجي يقول لك يا عم ده برة وإحنا هنا لا خلاص كرة القدم أصبحت علم كرة القدم أصبحت علم أنت بتروح تجيه بمدير فني أجنبي عشان هذا الشكل حتى منه الجزي مع النادي الأهلي كان بيلعب بفلافيو وتحتيه أبو تريكا وبركات لو حركوا تفتكروا وقابليه كان متأب وأبو تريكا وبركات إذن راس حربة وتحتيه تنين لأن خلاص كرة القدم في الأبدات الجديد تدهى ليوي فان خاله على فكرة برضو لازم ندي كابتن محمود الجهري ربنا أرحمه كريدت أو حقه أنه واحد من الناس اللي في سنة 98 لعب بحسام حسن وتحته حزم إمامه عبسطاره الناس كلها هجمته وقتلك الراجل ده بيلعب بطريقة دفاعية وكان في وقتها ليوي فان خال في برسلونة بيلعب بكلايفرت ويلويس فيجو وريفالدو وكانوا أفضل فريق في هذا الوقت فيه العالم وحتى خيز بالدوري الأسبان ومن بعدها حتى سير أليكس فيركسون غير الطريقة مع بداية الألفنات في مانشستر يونيتد وابتدى يلعب برأس حربة واحد وتحته اثنين هم كريسان ورونالدو وروني فالكرة بتتطور للأمام أنا ممكن يلعب بثنين روس حربة ولكن حسب مجريات الأمور داخل اللقاء نادي العالي في اللقاء المصري لما كان متأخر وعايز يرجع لعب بثنين روس حربة دفع بعمر جمال في الأمام جنب أجايه بقيت مين روس حربة نادي الأهلية على حسب مجريات اللقاء بدل الطريقة وكسب اللقاء وقلبها أربعة أربعة أثنين أو أربعة أثنين أربعة بمسميات إذن الكابتل حسن البدري مع دخول أحمد الشيخ مع دخول إسلام محارب مع عودة إن شاء الله مروان محسن اللي شايفينه حضراتكم في الصورة بيعمل تدريب التوافقات أو الكوردينيشن ووجود وليد أظارو اللي موجود أمام حضراتكم في الصورة ابتدى يبقى ممكن يفكر في تغيير طريقة اللعب طب تغيير طريقة اللعب يعني إيه؟ يعني هيتدي يغير من أربعة أثنين تلاتة واحد وارد يبقى بأربعة واحد اثنين اثنين واحد زي برشلون اللي هي أربعة تلاتة تلاتة في المطلق ولكن عندها تدعيات وتغييرات كثيرة المدير الفني اللي بيلعب على طريقة معينة من غير ما يبص للأماشة بيواجه مشاكل كتيرة وده اللي الكابتل حسن البدري من المدير الفني اللي عنده خبرات كبيرة جدا وبيركز في هذا الجانب بشكل كبير إنه لما دخلت التدعيمات ابتدأ يتحدث عن تفكيره في أحد لقاءته قريبا عن طريقة اللعب لإني ابتدأ عندي الأماشة لكن أغير وخلاص وأنا ما عنديش من الأماشة اللي تقدر تلبيلي هذا الشأن إذن حيبقى بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا من خلال الموسم هواجهها وهلاقي إن أنا بطلب من اللعبين حاجات هما ما يقدروش ينفذوها فيبقى النتيجة عكسية لازم أشيد بدور حسام عشور وعمر السولية وجودهم مع وجود يشان محمد وإسلام محارب وعبدالله السعيد وصالح جمعة يحل لك أي مشكلة في وسط الملعب أنت ممكن تبقى موجودة فيها يخليك تلعب بأي طريقة أنت حابب أنك تلعب بيها لأنهم ماشاء الله أولا دوليين من ناحية الثانية عندهم من الإمكانيات الفنية اللي يقدر تخش بيهم في أي من التغييرات والتشكيلات وتلاقيهم بيقدوا بشكل مهم جدا وده الحاجة اللي كنت حابب أقولها بمع حضراتكم أن النادي الأهلي الآن بيفكر في الفورميشن أنا هلعب بأنهي شكل في الموسم الجديد وهواجه نادي الترجي إن شاء الله يوم 16 بأني شكله بأني طريقة لأن أنا عندي لقاء على مطشين أو على شوتين الشوت الأول في مصر والشوت الثاني في تونس والنتيجة مش هتحسم إلا بعد انتهاء صفرة الشوت الثاني اللي في تونس أتنقل مع حضراتكم من النادي الأهلي ولكن الأول عايز أقول لحاراتكم أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي بيغادر التمرين بعد شعوره بالإجهاد والجهاز الطبي كان فضل أنه يعود على الدكة وعدم العودة للمرأة وده وضع طبيعي جدا لأن الشعلالي في تمرينه اليوم كان بيدي أحمال عالية فهيبقى فيه تمرينات من الاستشفاء وزي ما قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي هيبقى فيه عنده بعض التحاجات الاستشفائية في المغتص والحاجات دي هممكن إن شاء الله هتقدي إلى سرعة الاستشفاء بالنسبة للعيبة كابتن أحمد أيوب ركز على التسليم والتسلم اللعبة تحت ضغط في تدريب اليوم وحرس الكابتن أحمد أيوب في غياب كابتن حصال بدري اللي هيكون غدا في تدريبات الفريق على وضع التأسيمة اللي حتكون معاها في خلال هذا التمرين والتأسيمة كانت على أعلى مستوى الفترة الصباحية كانت فيها تدريبات بدنية بحتة والفترة الثانية ابتدت يبقى فيها الكرة القدم اللي بيحبها العيبة كله ومن النادي الأهلي هنروح للمنتخب مدير الفاني المنتخب مصر هكتور كوبر الأرجنتيني عمل مؤتمر صحفي اليوم وأبرز فيه إنه المنتخب فوق الجميع وده أكيد ولا نعرف الأزمات أكد المدير الفاني المنتخب مصر هكتور كوبر إنه لا يركز في اسم الحكم الهدير مواجهتي المنتخب أمام أغندا مشددا على إن الأمر لا يعنيه وإن اللي بيهمه بس هو تجهيز الفريق جيدا موضحا إنه إذا تم الاعتراض على أي حكم فلن يمكنه تغييره والتركيز فيه الحكم ومستوى أمر مرفوض فيه كرة القدم بالنسبة له كمدير فني حكام مهمة إنها تحكم المتشاط وأنا مهمتي إن أنا أجاهز فريقي داخل اللقاء وشدد خلال المؤتمر الصحفي إنه ما فيش أزمات داخل المنتخب ومنذ تولي تدريب المنتخب هناك قواعد تم وضعها ولا يوجد خروج عن النص نهائيا وجميع اللعبين يعلمون نظام المنتخب والقواعد وفيما يخص الأطراض على التشكيل أو اللعب فهذا الأمر لا يوجد فيه المنتخب وأكيد وده طبيعا أي لعيب ما بيلعبش بيبتدي يكون عنده بعض من الأطراضات ولكن هي دي كرة القدم حدوش اللعب بس هم اللي هيكونوا في الملعب ومهما كان العدد اللي موجود على الدك أرعة الشامبينز ليج أجريت اليوم وخلينا نقول ونهني كريسيانو رونالدو على حصوله على أفضل لعب في أوروبا للمرة الخمسة كريسيانو رونالدو الصراحة هو نموذج نموذج لحاجات كتير جدا في كرة القدم نموذج لأي بني آدم عايز يطور من نفسه ويواصل في كفاحه عشان يصل إلى الهدف كريسيانو رونالدو أسطورة بكل المقييس واللعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد الراجل كان في سنة من السنين كان بيمسح الشوارع في البرتغال وكانش يلاقي أكل والده كان مضمن وكانت كل الدنيا مدياله دهر ولكن بكفاحه ومجهوده غير موهبته وصل إلى كل ما وصل إليه كريسيانو رونالدو داخل حياته في محطات كتير جدا صعبة دنيا ما كانتش سهلة بالنسبة له تماما أنه حتى لما وصل وخد أحسن لعب في العالم في منشستر رونالدو حصلت له كبوات ولكن وصل الكفاح واستمر على هذا المنوال حتى وصل إلى أفضل لعب في أوروبا خلينا أستعرض مع حضراتكم معلومات عن المجموعات اللي حصلت فيه الشامبينزيك جوري أبطال أوروبا بنفيكا البرتغالي ومانشستر رونالدو وبازل السويسري ده عشان عمر جابر وسيسكا موسكو الروسي ده المجموعة الأولى مجموعة الثانية مبار مينيخ الإلماني وباريس سان جرمان الفرنسي اندلغت البلجيكي وسلتك الإسكوتلندي مجموعة الثالثة تشيلسي وأتليتكو مادريد وروما الإيطالي وكرباخ الأزربيجاني اللي الأول مرة في تاريخه وبيتأهل لدور المجموعة في الشامبينزيك فرقة من أزربيجان المجموعة الرابعة اليوفيا الإيطالي بارسلونا الإسباني والمبياكوس اليوناني وسبورت انجلس بونا البرتغالي مجموعة الخامسة سبارتك موسكو من روسيا سيبيا أو أجبيلية الإسباني وليفر بول محمد صلاح وماريبور السلوفيني مجموعة الثة شاختر دونستك الأوكراني ومانشستر سيتي نابولي الإيطالي وفاينورد الهولندي موناكو الفرنسي فسي بورتو من البرتغال بشكتاش التركي وليفسيك الألماني مجموعة الثة ريال مدريد الأسباني دورتموند الألماني تاتنم الإنجليزي وأبويل نيكوسيا الكوبروسي دول التمن مجميع في مجموعة صراحة في منطقة القوة مجموعة ريال مدريد معها دورتموند وتاتنم دي مجموعة في منطقة القوة أيضا في مجموعة بارسلونا واليوفي وسبورت انجليش بونا دي في منطقة القوة تشيلسي واتليتكو مدريد وروما برضو في منطقة القوة تقد باية المجموعات تحت منشستر رونايتد وباير مينيخ إلى حد ما يعني متوازنة بين أن منشستر رونايتد هو الأبرز في التآهل باير مينيخ وباريس سنجرمان معهم من ضلقت وسلتك يعني هم الأبرز مجموعة الخامسة ليفر بول مجموعة محمد صلاح في يعني طبعا سبيلية من الفرق الكبيرة ولكن نتمنى أن محمد صلاح فرقته تسعد يعني الحمد لله أن المجموعة بتاعته أصبحت به هذا الوضع من القوة يعني كان ممكن يبقى ليفر بول مكان فريق تاترهم مع ريال مدريد ودورتنوند لكن الحمد لله أن النتيجة بتاعت دوري المجموعات وقرعة المجموعات جت بهذا الشكل ده آخر أخبار المجموعات القرعة والأول مرة القرعة بتقام يوم الخميس وده لأول مرة افتحاد الدولي على هامش طبعا جيزة أفضل لعب في أوروبا اللي كان فيها كريستيانو رونالدو وميسي وأيضا الحارس المخادرات جيوان نويجي بوفون الإيطالي حارس نادي إليوف احنا هنتعى فاصل ونرجع ونكمل كلامنا متروحش بعيد نادي الأعلى حديث اشتركوا في القناة